بالفعل ربما هي هذه النقطة الأساسية لخلاف بين الطرفين المتنازعين على السيطرة على مشهد السياسي العراقين صح التعبير الإطار التنسيقي وهو مجموعة من قوى شيعية بالإضافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض النواب السنة من تحالف عزم بقيادة مثنى السام الرائي قاطعوا جسد البرلمان اليوم بسبب رفضهم لمبدأ حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى لها مقتضى الصدر من خلال تحالفه الثلاثي مع السنة والأكراد تحالف إنقاذ وطن هم يدركون جيدا أن الكتلة الصدرية ما تمكنت من تشكيل هذه الحكومة وطبعا الحكومة تشكل وتمر بشكل مريح من خلال بوابة رئيس الجمهورية إذا ما مر الرئيس الجمهورية فإنه هو من سيكلف رئيس الحكومة ورئيس الكتلة الأكبر لتشكيل تلك الحكومة وبالتالي يدركون أن الصدر إذا ما تمكن من هذه الرئاسات الجمهورية والحكومة فسوف يقصيهم بشكل كبير من المشهد السياسي العراقي وسوف يحاول قدر الإمكان الحد من نفوذهم في مختلف مفاصل الدولة العراقية وبذلك ولهذا السبب استقتلت هذه القوى السياسية بشكل مستميت خلال الفترة الماضية وخلال خمسة أشهر من انتهاء الانتخابات حتى هذه اللحظة شككت بالانتخابات طالبت بعادتها ذهبت إلى البرلمان شككت بالجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية واليوم قاطعت جلسة اختيار رئيس الجمهورية وبالتالي عدت قوى الأطار التنسيقي هذا الحدث اليوم انتصار سياسي كبير بل احتفلوا بما حدث اليوم من مقاطعة لجلس النواب وفشل اكتمال عن نصاب القانون لعقادة هذه الجلسة لكن إذا ما استمرت المقاطعة مصطفى إذا ما استمرت المقاطعة إذا استمر عدم توفر نصاب الثلاثين داخل مجلس النواب ما مصير عملية انتخاب رئيس هل ستحصل أصلا أم لا يعني نحن أمام قرابة ثين وسبعين ساعة سوف يحدث فيها الكثير ستحاول الأطراف المتصارعة والمتنازعة أن تقرب وجهة النظر مع المستقلين من أجل ترجيح كفة إحدى الطرفين أو أحد الطرفين لكن بحسب آراء القانونيين أن لا يوجد هناك وقت مفتوح لتأجيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما استمر هذا الحال استمرت تأجيل جلسات مجلس النواب حتى السادس من شهر أبريل المقبل فإن البرلمان العراقي سوف يكون أمام تحدي حل نفسه وربما تقدم الكتلة السطرية طلبا استنادا إلى مادة دستورية تتحدث عن إذا ما كان هناك طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل البرلمان فبالتالي سوف يحل هذا البرلمان وبالتالي تعاد انتخابات مرة أخرى